أنت عم بتتابع كل الأخبار وكل التغطيات هاي شارع كنت حابب تكون موجود هلأ بكفية ترابلس أو عين الرمانة؟ هلأ ولا على شارع بصراحة ليش؟ كنت موجود بساحة الشهد أو برياض الصلاحة بل ما أجي لهن ليش؟ لأنه اللي عم بيصير ما بيعني الثورة أبدا فيلم قديم وبيخ كتير حضرنيه قبل أنا جيلي سماع عنه كتير هلأ عم بيعلمونا أحزاب السلطة كيف كل ما الشعب وقف ليطالب بحقوقه بيدافوا عن الفساد وبيحولوا الشارع ضد بعضه بس أنا بتخيل هالمرة ما راح تصبط معهم السورة أوعى لأنه بتجاربه أكبر لأنه مارسوا عليها ممارسات ثلاثين سنة هو الله يحمي الجيش اللبناني أنه ما حدا منهم فكر فيه بحياته بثلاثين سنة من حياة هاي السلطة ولا مرة نحنا متذكر أنه كنا عادين ببيوتنا وقت خاض معارك نهر البارد جيش اللبناني وصل لي قاتل باللحم الحي لأنه ما حدا من أحزاب السلطة فكر عن جد بدعم الجيش اللبناني بكل اتفاقياتهم الدولية اللي بيمارسوا فيها سياساتهم الخاصة ما حدا يفكر يحمي لبنان عن جد هاي أول مرة هاي ثورة عم تفكر تحمي لبنان وهاي الممارسات ما بتعني لنا أبدا عقيد عقيد عقيد